الميزان وإحنا بدأنا أكتوبر وميزان بيتقلق يعني فإحنا عايزين نتكلم شوية عن برج الميزان لو قلني مثلا إيه أكتر الحاجات اللي بيحبها برج الميزان في شريك الحياة بيحبها؟ طيب برج الميزان هو البرج الرومانسي هو البرج المسالم بيحب أي علاقة بتحقق له السلام والطمأنية بيكره المشاكل جدا 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 فالنهار ده إنت يا ميزان لو دخلت في علاقة شريكك ده بيسبب لك مشاكل كتير بيسبب لك ضغوط كتير إنت هتهرب منها بالمشوار هتخد لك في سنانك وتهرب ما بيحبش المشاكل طيب هو بيحب أنه هو يتحط في الصورة يبقى سيسايد ما بيحبش التهميش طبعا هو الأول هنتكلم عن رجل الميزان ما بيحبش التهميش ما بيحبش التأييد ما بيحبش الميزان بصفة عامة ستة وراجل يعيشاقوا حريتهم أساسهم الحرية فبلاش تدي أوردرز للميزان اعمل ما تعملش روح ما تروحش وتقايد حريته فهو بيحب ياخد مساحة كافية من الحرية عشان يعرف يريش وانا يبقى نداء لكل مرأة متزوجة من رجل الميزان انسي في علا الأمر وهو ما بيحبش السيطرة عليه يعني هم بيحب هي برضو نفس الحتة وفي نفس الزوم بتاعتها هو ما بيحبش ان انتي يبقى هو الطرف المسيطر عليه برضو سواء كان راجل أو سيت ما بيحبش شريكه يبينه على طول ان هو مقصر يعني هو الميزان من الأبراج اللي بتقوم بدورها وبتبز المجهود قوي عشان تبقى مغطية كل النواقص فلو جيتي انتي النهاردة قلتينه انت بتأثر انت بتعملش والنقض يكون قاسي لأ بتلاقيه بينفر من العلاقة وبيقفل بيقفل منها وبيجري منها بيهرب منها إذن ما بيحبش ولا العتاب ولا الحساب ولا السيطرة ولا التهميش اه انا انسان ما مش عفيه على الهامش زي ايمان البحر انا ما قبلش اكون انسان على الهامش ايه هو دي على فكرة بتمثل برج الميزان انا ما قبلش اكون حطيه في الصورة انا راح انا جاية ايه رأيك ناخد كده اشريكي في الامر ان هو اصلا شخصية مشاركة بطبيعتها مكانه في الزودياك مشارك فدي اكتر حاجات بيبقى مستريح وسايب ايده كده في العلاقة ايه الهدية اللي تفرح برج الميزان؟ بما انه طبعا بيحكموا كوكب الجمال لوه فينس فكل ما يخص الجمال الست بتحب اقل ميك اوب اللبس الحلو الحاجة اللي تظهر جمالها واتطلعها اكتر جمالا الراجل بيحب الحاجات برضو زي السياعة الاكساسا رز يعني هما كل حاجة اللي هاصلة بصورة او باخرى بالجمال اللي هو فينس يحكمهم هاتوها للميزان وانتو بواب ماضي اه بس احنا عندنا من وليد برج الميزان الجميلة الرائعة لطيبة رولا خارسة وهي كتبة انا عايزة كتب انا بحب الكتب يمكن عشان هي طبعا هي كاتبة ومثقفة فبتحب الكتب